اشتركوا في القناة رح ينتقل لبرج الجوزاء الآن القمر موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد الآن موعد بث الحلقة طبعا هو في منزلة الدبران ورح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و34 دقيقة من قبل منتصف الليلة هاي اللي هي السبت على الأحد لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم الصديد الدمامل الحبوب الأسحار من الأفضل برضو عدم البدء بأي شيء جديد في هاي المنزلة بالنسبة للقمر الآن موعد بث الحلقة موجود في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور زي ما حكينا لساعات ما بعد العصر نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مهدياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار ويمكننا شراع عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلاً بالنسبة للزوايا اللي اليوم طبعاً تأثيراتها والزاوية عندنا زاوية التربية السلبية بين القمر وبين عطارد وهاي طبعاً تأثيراتها من الآن بدأت وبتستمر لغاية ساعات الظهر هي ذروتها ساعة 12 و 15 دقيقة بعد منتصف الليل هاي بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر هي ذروتها ساعة 15 و 15 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وحليفاً وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون ذروتها ساعة وحدة و 44 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج يعني طيلة النهار تأثير هاي الزاوية من واجه مصاعب عرقية اللي بتطلب منا إن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلاً من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو تأثيراتها طيلة اليوم هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هي آخر زاوية قبل خلو المسار هاي زاوية راح تكون الساعة 42 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعاً من الساعة 42 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار راح يستمر لغاية الساعة 43 و 47 دقيقة بعد العصر يعني مدة ساعة لا ينتقل ويستقر بعدها القمر لبرج الجوزاء هذا بيعني نهاي المدة اللي هي مدتها ساعة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار الساعة 43 و 47 دقيقة بعد العصر القمر خلاص بنتقل ويستقر في برج الجوزاء من ساعات العصر يعني مننشط في اتصالاتنا منشعر بأنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد بيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضاً للانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعاً من الآن وحتى ساعات ما بعد العصر عنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات ما بعد العصر فبصير عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابي بالشعب الهوائي الرئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وأيضاً الجهاز الحركي والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هدول اللي بصيروا أكثر حساسية عشان هيك هاي الأعضاء اللي ذكرناها ما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها يعني نعمل فحصات علاجات أخذ أدوي مراجعة طبيب إذا شعرنا بعدم الارتياح ولكن مش عمليات كبرى عمليات صغرى بجوز مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة واحد ثلاثة بيبدأ خلو المسار ساعة وحدة وسبع دقائق فجراً بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام ساعة ثنتين واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع الأول عمره ست أيام في تمام الساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيش بصير عمره سبع أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحس الآن بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات العصر بتصير منتحسة بنسبة خمسين في المية القمر في الثور وبدو ينتقل في ساعات العصر للجوزاء ورح يضل في الجوزاء لغاية يوم واحد ثلاثة منتحس الآن بنسبة ستين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة عشر في المية في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في الدلو حتى يوم 2-3 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 60% المريق في الجوزاء حتى يوم 25-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم هذا برضو بيحمل فرص مالية الفرص هاي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم ولكن حاولوا أنكم ما تدينوا حد فلوس خلال هذه اليوم ممكن هيك تصير فرصة مالية تدخل تحسين على ميزانيتكم أو تعالجوا استحقاق مالي ولكن في زيادة في المصاريف بتيجي من جهة إما متطلبات أو تبذير فبتكونوا ديروا بالكم من صرف الأموال أما من ساعات العصر فبتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبتصير فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وطاقتكم ممتازة جدا حتى راح تكونوا ملفتين للانتباه أو بانتباه الجنس الآخر أكثر بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعا من مركزكم الاجتماعي أيضا ممكن تهتموا بمظهركم أو تجميل أو حتى بأموركم العاطفية أما من ساعات العصر هنا بصير هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم في بعض النشاط راح يكون بالاتصالات عندكم بشكل كبير برج الجوزاء ما زالت الأجواة يا موليد برج الجوزاء بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر فعشان هيك حاولوا إنكم ما تبالغوا بجهدكم الجسماني وتنتبهوا لصحتكم إنجزوا ما بوسعكم من الأعمال المتراكمة دون إهمال الصحة ممكن يصير فيه مراجعة طبية فحوصات ولكن حاولوا إنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة واللي بوعدكم بشيء اعرفوا إنه ما رح يوفي بوعده أما من ساعات العصر فهنا ثقتكم تصبح كبيرة ثقتكم بأنفسكم بعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بظل في نشاط على مستوى العلاقات الاجتماعية أو ممكن تسعدوا من لقاء الأصدقاء أو تعاونهم معكم ممكن يفاجعكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن بدكوا تحذروا من العصبي وفرض السلطة على الأصدقاء وخصوصاً أن القمر بيقترب لبيت متاعبكم ممكن يتوجه لكم دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء أما من ساعات العصر فببدأ الضغط عليكم أكثر لأن القمر بوصل لبيت المتاعب فبتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وما تتخذوا قرارات حاسمة وما تراهنوا على الحضور برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد ما زالت الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم برضو اليوم تقدروا تدافعوا عن سمعتكم وتقدروا تثبتوا جدارتكم أمام المسؤولين أو تطلبوا بحقوق لكم على المستوى العملي وممكن تعززوا علاقاتكم مع أشخاص يدعموكم زي واسطة في مسألة معينة أما من ساعات العصر بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ومعضكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء الأصدقاء برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بظله النشاط بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وتعزيز العلاقة مع الأحبة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم الأجواء جيدة على مستوى السفر والتعامل مع الأجانب والاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى الامتحانات لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر فهنا بصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين يعني بتصير فترة مهمة على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد المهني أيضا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي من الآن ولغاية ساعات العصر هاي المكاسب اللي هصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة إلى الرعاية أهميش إنك ما تبالغ بمصاريفك ممكن تظهر بعض المصاريف الطارية اللي بتتعلق بالبيت أو العائلة وبالمقابل حاول إنه اليوم ما تكفل حد وما تضمن حد لأنه بممكن ما يرجع لك فلوسك أما من ساعات العصر بيصلكم خبر من بعيد أو بتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات العصر فبتظل الأجواء مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبإمكانكم إنكم تعززوا علاقاتكم مع شركائكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن ما زالت الأجواء بدها ضبط نفس وعصاب ما تندفعوا ما تتهوروا ما تتخذوا قرارات حاسمة أيضا انتبهوا لصحتكم أما من ساعات العصر فهنا القمر بتحرك درجة للبيت الثامن فبتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنه ما تغمروا وما تجازفوا بالأمور المالية وما تكفلوا أي شخص أو داينوا حد فلوس برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا الأجواء الآن بلشت تضغط لأن القمر باتجه لمقابلتكم تماما التركيز رح يضل على أمور العمل وقدرتكم على تنظيم أعمالكم ووقتكم خلال هذا اليوم نظموا جدول غذاكم خذوا قصد كافي من الراحة انتبهوا لصحتكم حاولوا أنك تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة وما تحاولوا تلتهوا بالأمور الثانوية اللي ما في منها فائدة أو الأعمال اللي مش لمصلحتكم أما من ساعات العصر فهنا القمر بوصل مقابلكم تماما فبصير الساعات القادمة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا تحذروا من الانفعالات لأنه اليوم بيصعب التفاهم معكم وخصوصا على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة أكثر شيء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الأجواء العاطفية هي اللي بتظل مسيطرة على الوضع من الآن لغاية ساعات العصر فبترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو التقارب من الأحبة ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة وأحد أفراد العائلة وبظل النشاط عالي بالاتصالات والحوارات والنقاشات بشكل كبير اليوم في بعض الحضوض بتدعمكم ولكن ما تغمروا عليها كثير أما من ساعات العصر فهون القمر بوصل يعني لبيت العمل بيت السادس وبيت الصحة فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من هاي الأعمال أهمي شأنك تنظموا جدول غذاكم تأخذوا قسط من الراحة تنتبهوا لصحتكم وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو من الآن لغاية ساعات العصر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وأيضا بإمكانكم تتعززوا الروابط العائلية أو المناسبات العائلية أو الاجتماعية ممكن تهتموا بتصليحات أو ترميمات أو أمور بتتعلق بالعقارات أو قلق ممكن على صحة أحد أفراد العائلة أو مشكلة معينة بتهتموا فيها أما من ساعات العصر هنا الأجواء بتتغير لصالحكم تماما بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني أو هواية أو حتى الترفيه والتجميل الأجواء جيدة وبيطمئن بالكم نسبيا اليوم لأنه رح تجدوا حليف يدعم تصوراتكم برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود وطمعا بظل النشاط هو سيد هاي الساعات من الآن ولغاية ساعات العصر على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات بشكل كبير وبظل فترة مناسبة للخروج بنزهة قصيرة أو إجراء امتحان ولكن ما تعتمدوا على الحضوض بالامتحانات والمقابلات يعني بدكوا تعتمدوا على جهدكم الشخصي ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة أو الجيران نشاط وحركة واتصالات لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر فهنا التركيز كله بصير على البيت والعائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية والاجتماعية أهم إشي إنه ما تسمح العواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء